وفي ذات السياق قابلت المحكمة الدستورية الطعن الانتخابي المقدم من المواطن أسامة رشيدي ضد عدد من نواب الدائرة الرابعة وذلك من بين 56 طعنا انتخابيا نظرت فيها وبهذا صدد نفر رشيد للرأي أن يكون قد طلب منه رفع الدعوة أو تحريكها مشيرا إلى أن إقدامه على هذه الخطوة جاء تلبية لدعوة أمير البلاد بضرورة مشاركة الجميع بوضع حلول للوضع السياسي الراهن فيما أكد وكيل رشيدي المحامي فايز الدوسري أن حكمة الدستورية أقر قاعدة جديدة تضاف إلى عملية تعزيز الديمقراطية مشيرا إلى أن مهلة الدعوة للانتخابات تبدأ من يوم غد المحكمة الدستورية أقرت قاعدة جدا جميلة وتخدم المجتمع الكويتي نحو تطور الديمقراطية أكثر في إنها بسطت سلطتها على مراسيم الضرورة بمناقشة إذا كانت الضرورة موجودة أو غير موجودة وهذه قاعدة جبارة أن تتجاوزها المحكمة الدستورية مع العلم أنها في السابق كانت بالنسبة لها رفض لأنها سلطة تقديرية لسمو الأمير حفظ الله أما اليوم فقد وصلنا إلى محكمة الدستورية تنظر المراسيم حتى بعد إقرار مجلس الأمة وبصدور حكومة اليوم يعتبر مجلس الأمة 2009 بداية حلة هي اليوم لأن اليوم نفذت مرة أخرى مرسوم الحل بصحته وبطلان المجلس ينسحب عليه من اليوم فيبدأ الستين يوم من يوم غد أمام الحكومة من يوم غد ستين يوم للدعوة إلى الانتخابات وتشكيل مجلس الأمة الجديد وإلا دخلنا في لغة دستوري وسوف يعود مجلس 2009 حسب نصوص الدستورية فالأمير حفظه الله ورعاه قال أنا قابل بالحكم مهما كان الحكم فهذه كانت فرصة بما أني مرشح بأن أحاول وإحنا نقول اللهم اجعلنا ما فتيح خير واجعلنا ما غاليق شر فكانت محاولة كتب الله لها النجاح بفضل الله أولاً وبتوفيقه لا ما في حق طلب نفس ما قلتلك هي قرار الأمير حفظه الله ورعاه بأن يقبل بهذه الدعوة هي كانت دعوة للجميع بأن يساهم في الحل فبما أني أنا مرشح وحظوظي في الطعن أفضل من غيري فقبلت الدعوة ومن الله علينا بالقبول من فضل الله وكرمه